المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بأن المجلس القومي لشؤون الإعاقة يعني يتولى المسئولية مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التغطية والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي ويشرف على المجلس وفيه كمان أمين عام المجلس وإنه وفقا للقرار يفضل أنه يكون من زاوي الإعاقة وعدد من ممثلي المجتمع المدني وعدد آخر من الشخصيات العامة أعرف التفاصيل من سيادة السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء ورحب بحدك معنا يا فاند مرحب بحدك يا فاند أهلا وسهلا بحدرتك سات السفير ريتكلمني أكتر عن القرار ده التشكيل الجديد لمجلس إدارة المجلس القومي لشؤون الإعاقة الفرق بينه بين التشكيلة السابقة والأهم سياسة هذا المجلس وإيه خطته هو يعني المجلس القومي للإعاقة بيلقى اهتمام كبير من سيد رئيس الوزراء وده يعني ظاهر بوضوح في سادة الوزراء اللي بيشملهم المجلس القومي الجديد التعليم الصحة القوى العام للتضامر الاجتماعي دي كلها محاور سيركز عليها المجلس القومي في تقديم خدماته لأعضاءه من زوي العاقة الخاصة وكان التكليف محدد للمجلس وصادر فيه القرار وهو اعتماد استراتيجية عمل المجلس مع الوزراء المختلفة المجلس بكل صلاحيات يتواصل مع الوزراء الوزراء لها حزمة من التسهيلات ستتقدم بها للمجلس أيضا المجلس سيكون له دور في وضع واعتماد السياسات القومية والخطط الاستراتيجية لدمج زوي العاقة لأنه كان المطلب اللي لمس هو السيد رئيس الوزراء خلال لقاءته السابقة مع ممثلين عن زوي العاقة أنهم مستبعدين خلال المرحلة الماضية من اعتماد السياسات التي تقصهم والاستراتيجيات التي هم يتطلعوا أن يجدوها في الحكومة وأيضا هيكون لها دور في مراقبة وعمل الليجان في القاهرة وأيضا سيكون هناك لجان أخرى في المحافظات تحت إشراف المجلس أي لجان يا سات السفير؟ لجان إيه؟ لجان سيكون للمجلس القومي له أفرع ولجان موجودة في المحافظات الأخرى للوصول إلى زوي العاقة في تلك المحافظات أيضا يعني في بالفعل توجيهات من السيد الرئيس الوزراء بتخصيص نسبة من مساكن الأولى بالرعاية لزوي العاقة أيضا تقديم تسهيلات في وسائل المعاصلات أيضا شمولهم في البرنامج الصحي للأولى بالرعاية يعني هناك حزمة سوف تعتمد استراتيجياتها وتعتمدها المجلس القومي الجديد بالتنصيق طبعا مع السيد الرئيس الوزراء وهيكون السيد الرئيس الوزراء متابع لأنه بيرأس المجلس القومي بالرعاية بس المجلس هيكون ليه ميزانية خاصة بيه السادة السفير؟ بكل تأكيد هي ليه ميزانية خاصة وأيضا داخل الوزراء المشكلة منها التشكيل الجديد بيكون هناك بل مخصص في بند برضو يخدم المجلس لخدمة المجلس دعم ويخصص يعني ميزانيات محددة برامج محددة بيعتمدها المجلس وبيكون وفقا لاحتياجاتهم ووفقا لتلبية مطالبهم شكرا سات السفير حسام القويش المتحدث باسم مجلس الوزراء شكرا جزيلا لكم